كل الأرقام وكل الأحصائيات اللي بنقدمها لحضراتكم في السادسة وأنا بشوفها وبتباحها مع حضراتكم بيبقى لها ترجمة عندي ومرضودة على الكرة في مصر والتصويب واحد من أهم الأسلحة نتكلم من هنا مثلا على دوري هو الأقوى على مستوى العالم دوري إنجليزي وطول عمرنا الحقيقة في أجيال كتيرة جدا كان عندنا لعيبة شويتة من عارة تقيل يعني اللعيب اللي بتلاقي لما تلاقي الدنيا مقفلة ومفيش حلول التصويب من بعيد بيكون في أوقات كتير جدا حلول سواء من كرة سابتة أو من كار متحركة عندنا يعني لو كلمنا في الأهلي كابتن خالد جدالة كابتن محمود الخطيب كابتن طهر أبو زيد كابتن محمود أبو الدهب كابتن سمير كامونة وغيرهم وغيرهم كتير جدا الكار اللي بتتلعب الكار السابتة دي واحدة من أهم الحلول وعلى مستوى الكرة المصريكة عندنا شويتة كتير جدا ومدفعجية كتير جدا وناس الحقيقة عندهم تلنت اللعبة أو التصويب برجليهم الاثنين كتير جدا الجيل ده يعني أنا أسف مفيش يعني يعني مين في مصر تقول عليه النهاردة في أي كرة سابتة ترون على أن الكرة بنسبة 70-80% جول مين عنده قدرة أن يشوط كرة من نصف الملعب يعني فيه كتير فيه شام حنفي فيه محمد صبري في الزمالك فيه أنا مش عايز أنسى حد طبعا لكن أقصد أقول كان عندنا على طول لعيبة شويتة لكن في الجيل ده أو في العشرة سنين الأخرانية دول ما تقدرش تقول أن الموهبة دي بقت موجودة هل نقص تمرين هل مشكلة أجهزة فنية ما بتشتغلش على الحتة دي عند اللعيبة هل نقص تالنت ما عرفش السؤال ده أجابته مش عندي طبعا عند الناس المسؤولة أو المتخصصة نروح